يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يأمر الزوج أن يعاشر زوجتها بالحسنة وبالمعروف ولن يعاشرها بالمعروف إلا إذا سال على خطى الحابب المحبوب صلى الله عليه وسلم في حسن معاشرته زوجاته الكريمات روى البخاري وغيره من أهل الصحيح والسنن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند السيدة عائشة في بيتها قبل أن يؤمر بالحجاب ومعه جماعة من الصحب الكرام أرضوان الله عليه والسيدة عائشة تطبخ الطعام لزوجها صلى الله عليه وسلم وضيوفه فأرسلت إحدى زوجاته خادما لها جارية معها قصعة فيها شيء من الطعام فدخلت بها الخادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأتها أمنا عائشة في بيتها وهي طعامها لم يطبخ بعده فغارت وتأثرت وتمنت أن لم يكن أحدا قد أتى بالطعام في بيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضاربت على يد تلك الخادم سقطت القصعة من يدها انكسرت القصعة وسكب الطعام تصرف يحتاج لموقف نبوي وتربية كاملة لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل وفعل وغضب واعتبر أن هذه إهانة له أمام ضيوفه ونحو ذلك ماذا كان من الرحمة المهدات صلى الله عليه وسلم عليه تقول أمنا عائشة فوالله ما نظر إلي لم ينظر إلى أمنا عائشة لألا يكسر بخاطرها بل تبسم ونزل صار يجمع القطع التي انكسر إليها الإناء ثم وضع الطعام في تلك القطع مركبة ثم نظر إلى الصحب الكرام وقال كولوا غارة أمكم وفي هذا التصرف النبوي بديع الحكم التي لا تنتهي طيب بخاطرها إذ لم يؤنبها ورضي منها لأن التصرف تصرف غيرة بشرية إيمانية نبه الصحب الكرام بأن هذه أمكم فاحذاروا أن يتتحرك قلوبكم نحو شيء وهذا من كماله ثم آدنا له في أن يأكلوا لأجل أن ترى الخادم وتنقل إلى سيدة أم سلامة التي أسس الطعام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكل وأصحابه كذلك فقال كلوا وحبس في الرواية قال الخادم لا الذهبي فلما جاءت سيدة عائشة بطعامها أعطاها إلى الخادم وقال طعام بطعام وصحفة بصحفة يعني قصع بقصع وطعام بطعام وقالوا رضي هذا إلى سيدتك يعني إلى سيدة أم سلامة وأنقذ هذا الموقف الكريم بتربيته النبوي الكاملة في أن لم يغيض أحدا فلا هو كسر بخاطر زوجته ولا عتبها أمام الرجال ولا هو ترك خاطر أولئك الرجال يتغير نحو أمهم ولا هو كسر بخاطر من أتت بالطعام بل حبس الخادم حتى ترى أن طعامها قد أكل ورد لها القصعة كاملة ورد لها الطعام معاني جبر الخاطر ومعاني سعة الصدر من الزوج نحو زوجته هكذا كانت أخلاقه الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته